اشتركوا في القناة على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة من أجل استمرار الجهود التي تحقق مزيدا من المنجزات في الرياضة البحرينية وشهدت الزيارة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال الزيارة برئيس نادي الاتفاق سعادة السيد فوزي عبد الله لدرازي ورئيس نادي باربار سعادة السيد علي حسن محمد وعدد من أعضاء الناديين وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الاتفاق ونادي باربار لخدمة الرياضة بالمملكة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة وتشجيع الناشئة والشباب على ممارسة الرياضة واحتضانهم بالفرق الرياضية ومشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية بما ينعكس على إبراز دور الأندية في تنمية وتطوير القطاع الرياضي وقد استمع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى عرض موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين المرحلة المقبلة منويها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تصهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها وعززت من موقع مملكة البحرين على خريطة الرياضة القرية والدولية من جهتهما قدم رئيس نادي الاتفاق ورئيس نادي باربار الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه بزيارة ناديين مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس حرص واهتمام سموه لتعزيز التواصل الميداني وتفقد احتياجات الأندية الوطنية من أجل تطويرها ودفعها نحو الاستمرار في بذل الجهود التي تعزز من دورها ومشاركتها الحقيقية في بناء وتقدم الرياضة طبعاً الزيارة بيكون لها حافظ كبير علينا كمجلس إدارة وكلاعبين وفنيين ومنتسبين هذه الاتفاق إن شاء الله بتحملنا مسؤولية إن شاء الله نكون قدها في الارتقاء بالرياضة البحرينية ويصالها إلى مستوى المحلي والعالمي إن شاء الله ما شاء الله هو يعني فتح لنا الباب إن نطلب كل شيء كان عندنا رسالة يعني طبعاً النادي محتاج إلى استثمار فإحنا محتاجين إلى عرض استثمارية هذا الشيء والشيء الثاني اللي هو دراس قرية كبيرة محتاجين إلى مبنى نموذجي نادي نموذجي لم كل أنواع الأنشطة الرياضية لأننا نادي تقريباً الوحيد اللي عنده أكثر من نشاط تقريباً عندنا يد وقدم وتنس ونطمح أن ننضيف أنشطة أخرى يعني وما شاء الله المنطقة فيها شباب طموح وخامات يعني إن شاء الله يمكن تفيد إن شاء الله الرياضة في وطننا الغالي نعتبر هذه الزيارة هي بمثابة المخرج من المعيقات اللي إحنا نواجهها ووجود سمو الشيخ خالد هو حافز لنا عندما يقوم بزيارة لنا ويستمع لملاحظاتنا ويهتم أيضاً ويستجيب لكثير من الأمور اللي طرحناه فهذا أكبر حافز لنا على الاستمرار وعلى العطاء وعلى بذل الجهود أكبر للنهوض بالرياضة ونساهم في تحقيق إنجازات لهذا البلد العزيز شكراً للمشاهدة